أحبابي أفضل أيام الدنيا أيام العشر حديث صحيح قاله الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا الموسم يحب الله العمل فيه فما الأعمال التي نتواصل عليها أحبابي أبدأوا وإياكم ببعض الأعمال الصالحات أول عمل قبل أن تدخل في الأعمال انكسر بين يدي الله واسأله أن يحبب إليك الإيمان وأن يزينه في قلبك وأن يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلك من الراشدين أدعو الله بقلب غير لاهن فإن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن استحذر القلب استحذر النية وادعو الله في سجودك وبين الصلاتين وفي ساعة الإجابة يا ربي يا رب ولذلك الحبيب علم أمته فقال لأحد الصحابة لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك الثاني تجديد التوبة فإننا أحباب عباد سلط علينا عدو وأخبرنا الله جل وعلا على لسان نبيه أن الذنب قريننا وأن الشيطان يوسوس لنا وأننا لابد وأن نذنب لكنه جل وعلا بعد الذنب يحب ويفرح من عبده أن يعود إليه الأعمال الصالحات بعد تجديد التوبة ودعاء الله على أن يعينك على الطاعة أبدأ وإياك بأبواب مشرعة من الحسنات أسأل الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم طريق مرضاته من الأعمال الصالحات الإصلاح إصلاح ذات البين حبيبنا قال لأصحابه يقول عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بدرجة خير من الصلاة والصيام والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال صلاح ذات البين وفي رواية إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة أحبابي كم نعرف من سجلات هواتفنا وسجلات أصحابنا كم اسم تعرف من إخوانك من أصدقائك من أرحامك من هم يعيشون حياة التدابر والقطيعة هل من الحب في الله وهل من حبك لإخوانك ما تحب لنفسك وقد قال الحبيب عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هل من حبك لإخوانك أن تعلم أن أحدا منهم يخوض في غضب الله ومعرض أن يلعنه الله وتبات قرير العين هذه الليلة دون أن تصلح ما بين هذين القلبين من العمل الصالح أيضا في العشر الأوائل من ذي الحجة الصدقة ووالله إنها جنة ألست تستضل بها يوم أن يعرق الناس يوم القيامة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها والحبيب أخبر أن المؤمن يوم القيامة تحت ظل صدقته أحباب العشر الأوائل من ذي الحجة بعض الناس يضع زكاة أمواله يضعها في رمضان يريد الأجر ونعم موسم من أعظم المواسم رمضان والراجح كما قاله شمس الدين بن القيم عليه رحمة الله أن نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من نهار رمضان كله وأن ليل العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليل العشر الأوائل من ذي الحجة فالعشر الأوائل تلمس تلفت والله لربما بعض الجيران في حاجة وجاره لا يعلم ولا تعذر أيها الحبيب إذا لم تسأل عنه والله لا يؤمن قالها عليه الصلاة والسلام من بات شبعان وجاره جائع وبعض الجيران بجواره جار متخم من نعم الله فكيف يكمل إيمان الجار هذا وهو لا يتابع حاجة الجار وبعض الأرحام كما ذكرت في الأرحام إذن الصدقة فإن الله يقبل صدقة أحدنا بيمينه جل وعلا وكلتا يديه يمين وتذكر أيها المؤمن أن المال مال الله ليس مالك ومن الأعمال الصالحة في هذه العشر المباركة وفي موسم أفضل أيام الدنيا الصوم والصوم جنس الصوم يحبه الله ويكفي أن تعلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله عن وجهه النار سبعين خريفة الصوم جنة أن يترك الإنسان شهوته وطعامه لأجل الله وجنس الصوم محبوب إلى الله وهو من العمل الصالح ولذلك صيام التسع الأوائل من ذي الحجة عبادة عبادة جليلة من الذي يتأكد من الصيام في العشر عرفه يوم عرفه الذي قال الحبيب عنه أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده وقد روي عن بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة في حديث لا بأس بسنده وللجمع بين هذه الأقوال نقول يصوم الإنسان التسع من ذي الحجة وآكدها يوم التاسع وهو يوم عرفه أفضل يوم هذا اليوم الذي أكثر ما يعتق الله فيه من النار يوم عرفه وخير الدعاء دعاؤه يوم المباهاه هذا اليوم العظيم الذي هو قرة عين في العام أحبابي ومن الأعمال الصالحات في هذه العشر المباركة الصلاة الخاشعة أن نغير أحبابنا النظرة إلى الصلاة أليست الصلاة صلة أليس الواقف بين يدي الله إنما يناجي الله أليس بعضنا إذا وقف في الصلاة فتح الشيطان له كل باب كان مغلق قبل الصلاة نريد أحبابي في العشر الأوائل أن نعود إلى الصلاة فنعيد النظرة في خشوعها في سننها في أركانها في واجباتها نصلي صلاة المودعين الصلاة الخاشعة هل يستطيع أحدنا الآن أن يتخذ قرار مع بدءه بل جميل أن يبدأ اليوم أن لا يؤذن المؤذن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا وأنا في المسجد هل هذا القرار صعب يا أخوان والله ليس صعب لا يؤذن إلا وأنا في المسجد القرار الثاني أن أتوضأ لكل صلاة جميل حتى يخرج الذنب من تحت الأظفار أيضا من القرارات في الصلاة ألا تترك في الصلاة لا تترك السنة الراتبة ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء إياك أن تتركها يبنى لك بيت في الجنة إذا حافظت عليها ومن ضبط صلاته إن ضبط إيقاع الحياة كلها ومن هدم صلاته إن هدم إيقاع الحياة كلها فلا تسأله عن بر أضاع الركن الثاني من أركان الإسلام ومن الأعمال الصالحات في هذه العشر المباركة الدعوة إلى الله نعم أحبابي الدعوة إلى الله عمر جديد عمر جديد لأنك إذا ابتدأت تدعو إلى الله أضفت إلى عمرك أعمار من يهتدون على يدك فإذا تابوا من ترك منكر كان لك أجر تركهم لذاك المنكر وفعلهم لتلك الطاعة من الأعمال الصالحة صلة الأرحام وبعضنا أحبابي ليس قاطع ما بينه بين خوال الشيء ولا أعمام الشيء لكنه مشغول مشغول ألسنا مشغولين يا أخوان ويقول بعض أهل العلم متى تكونوا قاطعاً أو هاجراً قال إذا احتجت إذا قابلت رحمك إلى الاعتذار إذا احتجت تقول الله يا أخي أني انشغلنا عنكم واشغلتنا الدنيا والله يقطع وبدأ يتلوم إذا أقبل أهل الأرحام إلى بعض وتلاوموا إذا أقبل بعضهم على بعض يتلاومون إذا تلاومتم فاعلم أنك قد جف طريق الأجر من صلة الرحم والله يا أحبابي إن صلة الرحم في العشر هذه وما بعدها إنها عمر جديد لأن الله يبسط لك في أجلك وينسأ لك في أثرك ويبس ويمد لك في رزقك ألا تحبون هذه النعمة ثم إن الله يحب الواصلين فأدعوك في العشر هذه أن تدخل أبواب عبادتي صلة الأرحام طاعة للرحمن جل وعلا لو قيل لأحدنا هذا العام هو آخر عام لك في الدنيا لتغيرت نظرته إلى موسم الجنة العشر الأوائل من ذي الحجة اللهم استعملنا في طاعتك واختم بالسعادة آجالنا اللهم اختم بالسعادة آجالنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اللهم وأعطي أحبتي جائزتهم أن يقال قوموا وانصرفوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات والله أعلى وأعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر